اختفت البسمة الجميلة التي لطالما ظهرت بها وحل مكانها الوجوم في مشهد اثار قلق الكثيرين حول مستقبل الامير الرجوة وزواجها من الحسين خصوصا ان المشهد المتداول كان في مكان وبشكل اثار قلق كل من رأوا الصورة وسط تساؤلات حول ما يحدث بين الحسين ورجوة في هذه الايام فما القصة صورة جديدة للامير الرجوة اثارت الكثير من التساؤلات حول السر في تغير حالتها المزاجية بهذا الشكل الملحف رغم ان من كان بشوارها في الصورة وخلال الحدث الكبير هو زوجها وسندها الامير حسين بن عبدالله ولي العهد الاردني البداية من احتفالات الاردن باليوبيل الفضي على ذكرى جلوس الملك عبدالله على العرش وتسلمه مقالة الحكم رزقيا وهي اجواء وطنية شاركت فيها كل القطاع الحكومية بالاضافة الى بعثات ووفيو الدولية جاءت لمشاركة المملكة احتفالها بالحدث الوطني الفريد وفي الصفوف المولى وقفت الامير الرجوة الحسين بالشوار زوجها الامير الحسين لمدابعة فعاليات المراسم الرسمية للاحتفال فيما بدى عليها علامات الحمل حيث ظهرت دفاق منطقة البطن بشكل مواضح عليها لكن ما اثار القلق في الصورة هو ان الامير الرجوة ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بالتصفيق على العروض العسكرية التي تقوم امام الحضور حيث بدت ملامحها جدية بشدة واختفت ملامح البسمة المعتادة من على وجهها حيث بدت ما لو انها في حالة حزن موجود بالطبع اثارت صور الامير تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات حول السر في الجدية التي ظهرت عليها الامير واختفى ابتسامتها في امر تمنى الكثيرون انه لا يكون السبب فيه هو يرجع الى خلاف او مجاجرة وقعت بين الزوجين وهو امر لا يتمنه احد للعروسين الذين يعتبران نموذجا للكثير من الازواج في الحب المتبادل والتفاهم الذي يظهر عليهم دوما وخصوصا في الصورة التي يظهران فيها وكذلك في حديث الحسين عن رجبة بينما فسراء اخرون ان السبب الجدية التي ظهرت عليها الامير قد يكون بسبب الام الحمل التي تعاني منها السيدات في تلك الفترة خصوصا وان الجو حار في مجمله وربما تكون اجواء الاحتفالات قد ارقتها خصوصا ان الصورة جاءت للامير وهي وقفة بما يعني انها تنت في لحظة انتباه وتركيز شديدين للفعاليات المحيطة بها بينما رجحت اغلب توقعات المتابعين الى ان رجبة والحسين لن يكون وحدهما لن ظهرت عليهم الجدية واختفت الاتسامة من وجههم خلال الفعاليات بل كان هذا هو السائد على الجميع خلال الحدث الوطني وبالتالي فالصور لا تدل على اي شيء سلبي او ايجابي وانت ما رأيك في ظهور الامير رجوى بهذا الوجه الصغرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة